اشتركوا في القناة سنتحدث مع أحد الرجال الذين عملوا في فترة سابقة في نادي النصر قدموا عملا مميزا كبيرا داخل أروقة هذا الفريق ولكنه بين عشية وضحاها استقال ليش رح نعرف منا لماذا استقال وتحديدا في هذا التوقيت هل هناك أسباب معينة في أول حوار يظهر بعد استقالته من منصبه في ناديه نادي النصر الأستاذ سالم العثمان المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر سابقا مسار خير أبو عبد الله مسار خير أبو زياد وحي أستاذ المشاهدين أهلا وسهلا بك أنت متعبنا يوم أنك كنت مدير كرة وحتى لما استقلت أتعبتنا كثير يعني يعني ما تبي تتكلم ما تبي تصرح طبعا وقت العمل كنت يعني وقت العمل أقول شغلك في فترة سابقة أول شيء أنت هذا أول حوار تلفزيوني لك أول حوار أول حوار ما قلت طلعك أنت في حوار تلفزيوني أبدا نهائي خمسة ستة سنين سبعة سنين سابقة نهائي نهائي ما فيك الله يعنى عليه يا ربي تعيني يا ربي الله حيك وعبد الله الله يحيك أهلا وسهلا بك الله يصنعك قبل أن نبدأ ونخوض هذه التفاصيل متابعيني الكرام دعونا نتعرف على سالم العثمان عن طريق هذا التقرير المبسط الذي كتبه سعيد الشهري وقرأه عبد الله رشود جرت العادة بأن يكون المنصب الأكثر صخبا وإثارة في أي نادي هو منصب الرئيس إلا في نادي النصر فمنصب مدير الكرة في نادي النصر لا يقل حساسية عن منصب رئيس النادي والشواهد كثيرة على ذلك أواخر العام 2011 كان انطلاق قصة ضيفنا مع هذا المنصب حيث صدر قرار من رئيس النصر بتعين الأستاذ سالم العثمان مديرا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر القرار خلق أجواء مضطربة لدى عشاق النصر فهم يعلمون جيدا أن هذا الكرسي هو مثار جدل جماهيري وإعلامي طوال السنوات السابقة ويحتاج لكارزما معينة لم يروها سابقا في العثمان ولكن ما لم يكن يعلمه الجمهور حينها بأن العثمان سيكون أحد أهم أسباب عودة العالمي لأمجاده حنكة وعمل دؤوب وعلاقة ود ومحبة سادت بينه وبين اللاعبين ولمن لا يعي حجم العمل المناطب العثمان فهو كان يدير فريقا يزخر بالنجوم تحقيق لقب الدور مرتين على التواني وقبلها كأس ولي العهد أمر ليس وليد الصدفة بل كان نتيجة منظومة عمل العثمان أحد أركانها فبراير الماضي أعلن العثمان عن استقالته من منصب مدير الكرة ومن عضويته لمجلس الإدارة مخلفا وراءه فريقا يترنح ولاعبون يراهم الجمهور أشباحا لمن صنع لهم الفرح في الموسمين السابقين استقالة سالم العثمان خلقت التساؤلات في الأوساط النصروية فما بين مقدر لظروف سالم شف الله والدته وما بين من يصف أن هذه الاستقالة هي رسالة اعتراض على ما يحدث للفريق حاليا شكرا عبدالله عبدالله سالم يمكن التقرير تكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بشخصيتك لكنه ضرب أمثلة أو وقف عند نقاط معينة هو يقول أن جرت العادة بأن يكون المنصب أكثر حساسية كرئيس النادي بشكل عام أي نادي اليوم رئيس النادي منصب حساس لكن يكون مدير كرة منصب حساس هذه الأول مرة نسمعها الحقيقة هل بالفعل أولا بأن كرسي مشرف العام على كرة القدم أو مدير الكرة في نادي النصر أو في الأندل الجماهيرية فعلا كرسي حساس طبعا كرسي حساس ونت تتكلم مثل نادي النصر يعني مثل لندي الكبار طبعا دائما ما يدور عليها المشاكل الكرسي هذا حق إدارة الكرة طيب ليش هو حساس شو السبب لأنه نادي جماهيري نادي جماهيري والعمل فيه العمل فيه كبير مهب قليل العمل فيه يعني إدارة الكرة مدير إدارة الكرة ما يشمل الفريق الأول فقط الفئة السنية الأولمبي من ناحية الفئة السنية الناشئين الشباب البراعم يعني تخيل عندك كم إداري كم لاعب بالأولمبي كم إداري كم لاعب وعاد يجيك عاد الشيء الكبير الفريق الأول أيوة أنت كنت مشرف على كرة القدم في الفريق الأول لا مدير عام إدارة الكرة جميع كنت مسؤول عن كل شيء كل شيء آه يعني الفريق أول شباب أولمبي شباب ناشئين براعم كلهم أيوة تحت مضلة إدارة الكرة طيب كم كان عدد الموظفين اللي معاكم في هذه الإدارة كم شخص أنتو تعملون في هذه الإدارة تقريبا تقريبا فوق الخمسة وعشرين شخص خمسة وعشرين شخص جميع الفئات نتكلم عن جميع الفئات كإداريين 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 خمسة وعشرين شخص يغطون كل هذه الفئات السنية طيب برضو سعيد الشهري في التقرير كان يقول أنه قرار تعيين سالم العثمان كمشرف على كرة القدم في نادي النصر هذا القرار خلق نوع من الأجواء المضطربة عند عشاق النصر طبعا فعلا أكيد لأن طبعا من ناحية القريبين من نادي النصر ما يعرفون سالم العثمان بس أنا يوم جابني الأستاذ سلماء القريني الله يمسيه بالخير كنت أعمل معاه باللجنة اللومبية تقريبا عملت معاه تقريبا سبع سنوات ممتاز ايه وبعدين انتقلت لشركة الاتصالات وتقريبا ما شفته من خمس سنوات أو ست سنوات وتفاجأت باتصال منه قال أني أبقى أمسك إدارة الكرة بنادي النصر وبقى إداري معي أوكي طبعا رحبت بالفكرة صراحة كل واحد يتمنى صراحة أن يشتغل بنادي النصر على اعتبار أنه جهاز كرة القدم و أنت عندك خبرة سابقة في اللجنة الأولمبية و مع سلمان القريني و شاركت بالبطولات القارية أها يعني بالمناسبة أنت حملت مع سلمان القريني في كثير من الناس تقول حار هو كثير طبعا طعب أنا أقول لله يعينه محمد عليك بس أنا مستحمل لا أعلم لماذا أحب ذالشخص حار بحمد مرة 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 صراحة أيها أيش اللي أضاف لك إياها سلمان القريني كثير كثير يعني هو اللي هو اللي مسقني الطريق أسراً بالمجال الرياضي صراحة استفدت منه كثير صراحة طيب يعني حتى في التقرير أنا الحقيقة ودي أفصل شوية في التقرير حتى أدخل في نقاط معينة حتى في التقرير يعني أنت لما اشتغلت في نادي النصر مرة عليك أكيد أجيال كثيرة من اللاعبين منهم اللاعبين الجماهيريين والشباب والفعة الصغيرة اليوم تتكلم عن عبد الغني وعطيف ونور مجموعة من الأسماء الكبيرة محمد حسين أنت عصرت كبتم منتخب البحرين أيوة أيوة كيف التعامل مع هالنجوم؟ كيف قدرت تتعامل مع النجوم على الأقل تقدير؟ بالعكس مرة مرة رتحت معهم صراحة لأنه مرجال صراحة جو الملعب وخارج الملعب لأن أصلاً تقريباً أربعين وخمسين بالمئة النص اللي نجح سالم العثمان 2014 و2015 هذا هو اللي النجوم اللي وقفوا معي وساندوني على أساس أني أنجح أنا كسالم العثمان ليش يقولون أنه النجوم الجماهيرية على قلوتهم متعبين شوية؟ نجوم شباك يعني صعب التعامل معه؟ لا بالعكس أنا أختلف معهم صراحة يساعدونك كأيداري يساعدونك صراحة من اللي طالعين من الجيل اللومبي واللي اللعبين الصغار بالسن صراحة يخدمونك كثير طيب مدام أنك أنت أشتغل في الأندية خليني أدخل معك كمان في مدخل آخر هل بالفعل الأجواء الرياضية عندنا بالسعودية وتحديداً في العمل داخل الأندية جوانب مهي مريحة؟ طبعاً أعلامياً لأن الواحد يدور عليك أي زلة قلت لا يا حبيبي اشتغل واعمل والحمد لله الله وفقنا 2014 و2015 بس الظهر ما لا علاقة بالزلة؟ لو ظهرت لو ظهرت أكيد هذا وشي يقصد أكيد يقصد شي لا ليش طيب أدخل نفسي بذلك المتاهات أعمل أنا جاي أعمل والحمد لله في ناس كثير عندها قابلية يعني عندها كرزمة الكلام وتطلع وكمان عملها مميز وتشتغل ما عندها مشكلة أنا أخطي أنت اليوم في نادي النصر مطلوب أنك تطلع تصرح مطلوب أنك أنك أنت توضح لا لا مطلوب مني كمديري دارة كرة مم مطلوب مني أني أطلع أصرح في مركز إعلامي في رجز نادي هم اللي يطلعون يصرحون مم مطلوب مني 2014 و2015 ما تطلع لتصرح إلا بعد كل بطورة فقط فقط كيف شايف الجو العام في النصر الفترة اللي أنت شتغلت فيها بشكل مرحة البناء عطيني الخارطة أو الصورة الذهنية اللي عندك اللي مرت فيها في الفريق من 2011؟ 2012 من 2011 2011 اشتغلت بإدارة المنتخب 11 أي 7 شهور ايه بعدين 12 بعدين 12 بعدين 12، 13، 14، 15 وتقريبا شهرين يمكن من أو ثلاثة شهور من 16 مضبوط طيب هذا الجو العام في ثلاث سنوات النصر كيف شعر؟ مرة ممتاز صراحة من أي ناحية؟ من جميع النواحي أصلا أنت تكون قريب من اللعيبة واللعيبة يكونون قريبين منك كلنا نشيل بعض واللي نجحنا أكثر صراحة يوم 2014 كاس ولي العهد والدوري قرب الأمير فيصل من تركي مننا كإداريين وكلعيبة هذا بعد اللي خلق جو صراحة عائلي ليش استقلت؟ ليش استقلت؟ طبعا السبب الأساسي هو ظروف والدتي الصحية هذا السبب الرئيسي بالوقت هذا الله يشافيه وعافيه الله يسلمك طبعا نهاية الموسم الماضي قدمت استقالة اللي مير فيصل ورفض وبعد ما رحنا المعسكر رجعنا من مبارات السوبر قدمت استقالة ورفض الظروف والدتي الصحية وظروف عائلتي أنا كشخص يعني كسالم العثمان ظروف زوجتي وعيالي يعني ضغطتهم كثير السبع سنوات الماضية يعني أثر على عائلتي أنا كسالم طيب البعض يقول وأنا الحقيقة سمعت هذا الكلام كثير أنه سالم العثمان لما توفى والده رحمة الله عليه الله يفر الله يرحمه ما ترك الفريق ما استقال لما توضع مستوى الفريق لا لحظة تركت المنتخب أي يوم دخل أبوه الله يفر الله يرحمه العناية تركت المنتخب لأن المنتخب تعرف سفريات طويلة على 15 يوم و20 يوم ليس مثل النادي يوم ترجع وجو المملكة وبعدين بعدين اشتغلت بنادي النصر وابوه كان بالمستشفى طيب لكن لما توفى والدك بقيت أنت في النصر بقيت وشتغلت لكن لما توضعت نتائج نادي النصر أنا حسب أنا أروي لك حسب ما أسمع أنه سالم العثمان فضل أنه يمشي وقال لك والله أنا والد الظروفة أنت الصحية الله يشافيها ويعافيها ويطول في عمرها إن شاء الله وأمهات كل من يتابعنا فضل أنه يمشي لكن لما توفى والدك بقى في النصر ما قال والله أنا أستقل عشان والله والدك توفى ما العلاقة دي كيف ما فهمت سؤالك صراح أنا أقول أنك أنت في فترة سابقة كنت تعمل في نادي النصر توفى والدك رحمة الله عليه واستمر سالم العثمان ما أثرت عليه هذه الأمور لكن الفترة الأخيرة لما النصر توضعت نتائجه مستوياته غاب عن المنافسة صار مركزه متأخر قام سالم العثمان قال والله يا جماعة أخير أنا ما أقدر الظروف والدك الصحية ما أقدر أكمل معك لا بالعكس أنا قدمتها عرفت الفكرة الحية اي أنا قدمتها بنهاية الموسم اللي فات ايوة وقدمتها بعد مبارة السوبر ورفض الأمير قال لا بس يوم خلاص يعني وصل لحد أن والدتي تعبت مرة لا هنا أوقف كيف شايف النصر شكل عام ما هو بفضل حالته طبعا كل واحد يشوف النصر الحين مركز الثامن ايوة اي طيب أول يمكن السنتين اللي خلقت فيها جو كبير من المنافسة وحصلت على ثلاث بطولات كل الناس قالت أنه فيه سر فيه سر بالتأكيد تمام والبعض منكم طلعوا وتكلم الأمير طلعوا وتكلم وانتو طلعت تتكلمت والإدارين طلعوا وتكلم وحتى عضاء الشرف وعضاء مرس الإدارة لكن أكيد كان فيه عمل كبير مقدم طبعا ايه أكيد شالي شالي ميز النصر ديك الفترة كل شي ميز النصر إدارته جمهوره لعبينه الجهاز الفني الجهاز الطبي كل شي ميزه في 2014 تكاتفنا مع بعض هذا اللي ميز النادي والأمور طبعا اختلفت بشكل كبير جدا فترة الأخيرة حتى من أي ناحية كل النواحي لما اختلفت لا ما وصلت الآن اختلفت في مسببات أنت برأيك الشخصي ايه والله في مسببات أكيد أنه في مسببات تأخر الأعداد تعدد المدربين طيب خلينا أوقف عند هذه النقطة هذه بروح الفاصل وبرجع بعد الفاصل عشان ناخذ مجموعة من النقاط نفصلها نويا كنت تكلم عنها في عند كثير أيضا أسئلة أود يسألك هي عن الفريق فاصل متابعنا الكرام نعود بعد الفاصل استكمال الحديث في ضيف برو ابقوا معنا أهلا وسهلا فيكم الجديد متابعنا الكرام في ضيف برو المشرف العام على كرة القدم بناد النصر سابقا أستاذ سالم العثمان حياك الله عبدالله الله يحييك اللي ما طلع صار لسبع سنين ثمان سنين ما طلع في أي حوار تفزيوني الله يحييك الله يحييك طيب قبل الفاصل كنا نتكلم عن المشاكل اللي مرت فيها النصر هذا الموسم قلت لي أن من المسببات اللي ساهمت في أن النصر هذا الموسم ما يكون منافس ضعف الإعداد تعدد المدربين وكثي أسباب ثانية إصابات إصابات ماشي ما عندنا مشكلة إيقافات إيقافات بداية الموسم ممتاز طيب متى بدأتوا الإعداد انتوا هالموسم بستة شوال ستة شوال كان مقرر من 24 رمضان صح؟ لا ما كان مقرر 24 رمضان لا 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 ما كان مقرر 24 رمضان تأخر المدرب بالعودة للمملكة وكان هو مقرر خمسة شوال دي سلفة البرنامج كلمنا وقلنا له نبغى نقدم التمارين نخليها 24 أو 25 قال لا أنا عندي برنامج بخمسة شوال نبدأ قلنا اوكي طيب وكان خمسة شوال يسبق مباراة السوبر بتقريبا عشر أيام أو 12 يوم تقريبا سبوعين تقريبا سبوعين صح؟ بديت معسكركم في خمسة شوال صفرت إلى النمسا ووقمت معسكر كم لعب كان معكم دي كل فترة تذكر؟ خمسة وعشرين ستة وعشرين لعب تقريبا وهذا عدد كافي أنك تقيم معسكر؟ ايه تقريبا ما كان من أسباب تأخر الفريق أنه لعبين المنتخب فضلوا أنهم يرتاحون؟ من اللي فضل أنه يرتاحون؟ لعبين المنتخب وانت تدخلت مع دا سلفا وقلت ريال دا سلفا لعبين المنتخب مرهقين وتعبانين وجايين من معسكرات طويلة من ممسم طويل هذا بالإعداد تقصد؟ قبل فترة الإعداد يعني قبل ما تسافرون إلى النمسا كان يفترض أنهم تبدوين 24 رمضان مضبط فضلوا بعض العبيد المنتخب طلبوا مننا قالوا لك يا سالم احنا ما نقدر نرجع الآن 24 رمضان نبغى بعد العيد لأننا نتعباني وانت كلمت دا سلفا وقلت لها الكلام لا 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 مو بصحيح لا ولا مو بصحيح أبدا أبدا مو بصحيح أنا أكلم دا سلفا وقال أنا أعاد برنامج بخمسة شوال قلنا أنا أريد أن نجيب مدرب من الفيات السنية مدرب لياقة نبدأ بـ 24 و 25 رفض طبعا هو المسؤول عن الجهاز الفني أنت ما كان لك دور كمدير كرة مشرف العام على كرة القدم اليوم في نادا النصر اسم يعني كبير يعتبر أو منصب كبير أتدخل بعمل مدرب لا أتناقش معه ممكن بس أتدخل بعمل لا أنت ما يعني ما تدخل بعمل مدرب أبدا نهاي أبدا أبدا ولا يعني والمشكلة الآن الجمهور زعلان أو بعض الإعلاميين زعلانين ليش سالم ما يناقش المدرب وليش 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 طيب ما كان الله يذكره بالخير أبو حمد سلماء القريني قاله شديد على اللعيبة وأنه يدخل بالتشكيلة وأنه وأنه شيلوه لا يجلس طيب الحين راح أبو حمد جاء سالم قالوا لا هذا ضعيف شخصية هذا هذا ما يناقش المدرب هذا ما نعرف الله وش ستسول حين فعلا أنت ضعيف شخصية؟ لا مو بنا اللي يحكم أول شي على نفسي أني ضعيف شخصية أو لا لا بس الناس لما أنت تشوف سالم العثمان الحبيب الوديع اللي ما يدخل في مشاكل مع أحد ما يعني يعني عنده أي خلافات مع أحد كثير من الناس تقول صراحة سالم العثمان شخصية ضعيفة أنت فعلا كذا؟ والله أنا ما قدر أجاوبك على هذا السؤال بس أنا أشوف أكل واحد يعرف شخصيتها وش شي؟ أنا أنا أشوف أن شخصية مي ضعيفة اللي قدرت أمشي دل عالم كلها اللي من 2011 إلى الحين كيف يكون شخصية ضعيفة؟ أيوة طيب بس تعرف أنت 2014 و2015 خذينا بطولات ما جابوا اسم سالم العثمان بس الحين يوم طاح الفريق ريار المحنك كان أيوة ما هو لا محنك ولا شي ما جابوا طاريه أصلا 2014 و2015 بعض الإعلاميين ما نقول كلهم بعض الإعلاميين ما جابوا طاري سالم العثمان بس الحين يوم جينا يوم رجعنا من المعسكر طلع طول الله عمرك هو اللي شخصيته ضعيفة هو اللي ما يصلح هو اللي طرد كارينيو وهو اللي صار كل شي سالم العثمان هذا الأمر أزعجك؟ طبعا ضايقك كثير كثير ضايقني أنت ما تدخل؟ سلبوا حقي ك2014 و2015 ما يجبوا إلا الأشياء السلبية الأشياء اللي جابية ما عمرهم جابواها نهائيا نفوز ما نفوز ما عندهم مشكلة طيب هل يعقل فريق محقق بطولتين مع كأس ولي الأهل ومقدم نفسه بشكل ممتاز يبدأ الموسم الرياضي في ستة شوال ويعسكر بعدد 25 لاعب ويبغي ينافس؟ هل يعقل؟ طبعا هذا الأمر منطقي هذا غلط هذا غلط ونتحمله كلنا كلنا كجهاز إداري وجهاز فني ولعيبة ولمير فيصل كلنا نتحمله نحن نعترف أننا غلطانين لكن لو قلت لك أعطيني نسبة مئوية من الأسباب التي خلت نادة النصر هذا الموسم يتواضع أو يتراجع مستوى هذا يأخذ الجزء الأكبر اللي هي فترة الإعداد؟ لا لا بعد فترة الإعداد الإقافات تعرف أنت بداية الموسم توقف الكابتن حسين عبد الغنيم والكابتن حسن الراهب ومحمد عيد مع إصابة الفريدي وغالب وعبد الله العنزي كبداية موسم يعني هذه بعد ستة وسبعة لعيبة مهم معاك طيب كمان سالم يعني أكون صادق معاك المعلومات اللي عندي بأنه مو بس فترة الإعداد هي كان الطائفة كيف أعطي المعلوماتتي؟ إن شلال علىامي يعني يعني شرائي كان لا يمكن أن يصحيها شكلها يمكن أن الناس اللي معطيني شكلها يا رجل طيب يمكن أن تفضل أعطني إياها طيب ماشي في كمان يعني أنا عندي أخبار بأنه نادي النصر أو معسكر نادي النصر اللي كان في النمسة ليس فقط أنه كان يعني فترة الإعداد هي كانت يعني سيئة أو بعيفة أو متأخرة وفي كان مسببات أنت تكلمت عنها غيابات وإصابات وإلى آخره كما كان المعسكر بصراحة يعني فوضى ليش؟ من أي ناحية فوضى؟ فوضى؟ عشان التصوير؟ لا لا موقف عشان التصوير إلا عشان التصوير هم قالوا عشان التصوير من أنجح المعسكرات السبع سنوات هذا المعسكر الله يطيل عافية صراحة طالعا النجار ما قسر بذل المعسكر بس تعرف أنت الجمهور لو حنا فايزين بالسوبر قالوا أفضل معسكر ولا في فوضى ولا في أي شيء لا بس الناس العقلانية والمنطقية والتي تعرف فيه مسببات معينة بالتأكيد راح تقولها حتى وانت فايز كيف تقولها؟ أنا أقول لي وفيه تمارين صباحية ومسائية كيف فوضى؟ لا أنا أتكلم عن يوميا فيه ضلعت يوميا فيه جولات حرة يوميا اللاعبين يطلعون والله مبصحيح والله مبصحيح اللي وصل لك المعلومة هذه غلط فيه انضباط وفيه تمارين صباحية ومسائية كيف اللاعب يطلع من المعسكر وعنده تمرين ساعة سبعة ونصف الصباح بالعقل يعني طيب يعني حتى وجودك أنت على الدكة سالم يعني في كثير من الناس تقول أنه يعني الرجل فقط وجوده على الدكة من أجل تغيير ولا ولا مثلا يعني حتى نقاش مع المدرب حتى نقاش مع اللاعب حتى مثلا حتى الانفعال يعني ما يشوفه من سالم يعني ما يشوف منه رأكشن أو ردة فعل لا يصير فيه نقاش بيني وبين المدرب يصير فيه نقاش بيني وبين اللاعب بس يعني ممكن ما توضح الصورة لازم أعصب يعني علشان أكون كويس لا ما هو بشرط طيب إيش العمل الأساسي لمدير الكرة أعمال كثيرة خلي الناس تعرف الآن سالم العثمان أعمال كثيرة طبعا نحن من بداية الحلقة قلنا لك أن المدير الكرة يشمل جميع الفئات نعم هذه بحد ذاتها مصيبة طيب عطل الفريق الأول على الأقل الذي عليه الضوء الذي عليه الضوء شي سوي اليوم مدير الكرة في النادي غير تحضير اللاعبين غير تحضير اللعيبة هذه ما ما التفت لها أصلا يعني فيه موظفين ثانيين وفيه ياخي عندنا موظفين لللعيبة لجانب الجوازات السفر السيارات السكن فيه موظفين مختصين بذلك الشي متاز اللعيبة المحليين فيه مشاكل خارج النادي تصادفهم نحلها لهم فيه أشياء كثيرة لكن أنت دورك شخصيا أنت اليوم دورك شخصيا في جهاز كرة القدم في نادي النصر هل أنت حلقة الوصل بس بين اللاعبين المدرب أو بين اللاعبين ورئيس النادي أنا بالواجهة أنا لو صار أي شيء ما يعرفه إلا سالم الأثمان ما يعرفه انضلا النجار ولا محمد الخرينق ولا اللي قدام الأمير فيصل بن ترك يسالم الأثمان فقط طيب تصرف بعض اللاعبين اليوم اللي خارج عن المألوف مثلا أنت تذكر موقف مايغا في فترة سابقة أيضا أنت من الأشخاص اللي ميعت الموضوع يعني خليته يعدي يمشي يعني حتى ما كان في وقوف عند هذا الموضوع وعقاب أو شيء من هذا القبيل هذا الأمر كان متعمد منك أنت شخصيا لا 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 تكسب اللاعب مثلا لا 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 فيه عقاب وعقبناه طبقنا اللايحة هذا أكثر شيء نقدر نسويه يعني أنا كنت بالدكة والأمير موجود وطلال النجار موجود طيب كيف ندري أن اللاعب طلع يوم جام من بكرة طول الله مرك حاسبنا وخصمنا عليه هذا أكثر شيء نسويه أسألتك أنا في الجزء الأول من الحلقة على موضوع اللاعبين اللي لهم جماهيرية كبيرة وعندهم سلطة من جهز التعبير ولا تقول لي أن هذا الموضوع ليس موجود في الأندية اليوم الرياضية عندنا كل لاعب جماهيري لا بد يكون لحظوة داخل النادي داخل النادي في بعض اللاعبين أنا أقول بس في النصر حتى ما يقولون للناس أني أنا بس عندي معلومة عن نادي النصر أو هذا الكلام يصير في النصر في كثير من الأندية اليوم فيه لاعبين أيضا ممكن حتى وقت تمنين يغيره ممكن يغير حتى التشكيله هذا الأمر مرع عليك أنت في النادي لا مستحيل وش دارنا حالناجر إذا اللاعب هو اللي بغير التمرين ولا بغير التشكيله ولا بغير أنت تقول لي أنا ما ناقش المدرب إلا أناقش المدرب لا أنت تقول لي أنا ما ناقش بالأمور الفنية أنا ما لدي علاقة فيها أنا أناقش بس ما أفرض عليه القرار راجع له كمدرب أيوة إيه بس ما عندنا لاعب صراحي يغير التمرين ولا يغير لا مستحيل طيب في واحد من المواسم لما جبته باستوس وذكرني بالثاني باستوس وغنطة رأوركتي أحسن أدنا 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 باستوس وإلتون هذا الموضوع سبب ردة فعل خلنا نقول يعني سلبية عند بعض اللاعبين من ضمنهم الراهب اللي حتى قرر فيه فترة من الفترات أن يقول لك والله أنا يعني ما لرغبة أني أكمل وبلغ الأمير ترى أنا من يمكن مع الفريق لأنه شعر بأنه أنت جبته مهاجمين جبته لاعبين ثانين وأنت أقنعت حسن الراهب بالبقاء وبقى وقدم نفسها بشكل كويس وشارك وقدى وقدى هذا واحد من الأدوار لحنا كنا نتكلم عنها كيف ممكن اليوم يعني واحد مثلا نجم كيف أنت ممكن قادر أنك أنت تهدي وتخلي يرجع لوضع طبيعي بس مهب في بعض اللعيبة يقدر يختنع من كلامك وبعض اللعيبة يقول لك لا والله أنا خلاص ما أقدر أعطيك نفسيا خلاص أنتم جايبين مهاجمين وانتم بس حسن الراهب تقبل الموضوع وجلس والحمد لله وأدى أجامل أنت لاعبين في النادي لا والله شوف ما أنني ما أجامل تقتصوأ لي مصعب أبو عبدالله مرسل لا والله شوف أني ما أجاملهم يعني سالم العثمان ما أحتاج أصلا ما أحتاج أصلا أني أجامل لعيبة وحنا جروب واحد أنا ما أستحمن فلان والفلان ما يستحمنني عشان كذا ترى نجحنا ما عندنا مدير ولاعب لا كلنا أخويا أصدقاء بس هذا الموسم أنتم ما نجحتوا لمسببات أنت ذكرتها أكيد أغلبية الفرق عانت منها ومع ذلك الفرق الثانية اليوم في المقدمة يعني مثال الهلال يمكن من بدل الموسم الرياضي إلى اليوم ما لعب كامل أبدا من بدل الموسم إلى اليوم لم يلعب الهلال تقريبا كامل في مباراة واحدة لعب من برة الأهلي اللي كاس ولي لا هد أخذ الكاس كامل وكان عنده نكس لا كان عنده نكس ما عنده نكس ما عنده نكس ما عنده نكس ما عنده نكس طيب أنتو تصريحات رئيس النادي كان يقول في فترة سابقة أنه أنا عندي اللاعب المحلي مثل اللاعب الأجنبي وحتى لو غاب عني اللاعب الأجنبي عندي أفضل لاعبين في السعودية بل كان يقول أمير فيصل بن تركي أن أنا أقدر ألعب بفريقين بيوم واحد مباراتي إيه بس أبو زياد أنت تتكلم على لاعب لاعبين ثلاث لعيبة ما هو بسبعة ثمانية يغيبون عن الفريق وكبداية موسم وكلهم نجوم هذا اللي تتكلم عنه الأمير فيصل يقولون عبد أنت أكتر صديق لك تتجامل في النادي إبراهيم وعالب صحيح؟ لا والله بالأكس بالأكس أشبه المرة لم أقلت أن نجب تلك المعلومة لا مرة لم أقلت لي لا والله ما جامل لا إبراهيم غالب ولا شايع ولا عبد الله العنزي لأن أخواني الصغار أعتبرهم ويحترموني كثير لكن لا يوجد مجاملة لا والله طيب هل كانت علاقة فيك أنت شخصيا بأنك نشف تريقي لم أعدني حتى نصف الحلقة يا رجل يا رجل وما بعد حتى نصف الحلقة كان فيلك علاقة أنت بتمديد عقد شايع شراحيلي؟ كان فيه يعني ما هو بالشيء الأساسي يعني من ضمن لا لكن المعلومات تقول بأنه كانت فكرة تمديد العقد بطريقة غير نظامية كيف؟ ما كانت نظامية وكان سالم العثمان هو الذي وراها لا بالأكس لا كانت نظامية أبدا؟ العقد الأخير أي؟ لا نظامي مستحيل أكون أنا ورا شيء ما هو بنظامي أبدا؟ أبدا؟ بالمناسبة كيف أنتم قادرين كمان أنكم يعني تهدون اللاعبين على موضوع الرواتب؟ اليوم كل الناس تشكل من الفلوس الكل يشتكي من تأخر كل لندي يا صراحة طيب كيف كيف اليوم أنت لما يجي منك اللاعبين مثلا يقول لك والله يا أستاذ سالم إحنا والله صراحة يعني ما عندنا القدرة اليوم أن نصبر على رواتبنا وعلى مكافأتنا قالوها السنة هذه وقالوها العام وقبل العام يا أخي 2014 طوال الله عمرك كانت الرواتب أكثر تأخر من ذا السنة وحققنا كاس ولي العهد والدوري أنا ما أعتبرها صراحة أنها شيء أساسي لللاعب أن ينزل مستوى أكثر أكثر فترة تأخر فيها الراتب عندكم في نادي النصر كم كانت؟ كم شهر؟ أقصى فترة أقصى فترة 2014 يمكن أو 2015 سبعة شهور سبعة شهور ما سلمها الأمير بالمعسكر الأخير بالمعسكر الأخير اللي في النمسا اللي بالنمسا سلّمت كل الرواتب المتأخرة المتأخرة ودعت في حسابات اللاعبين أنت خذ حقوقك كاملة من النصر ما بيني ما بيني بين النصر حقوق صراحة شغال ببلاش؟ ها؟ تشتغل ببلاش؟ لا يشتغل ببلاش بس أحس أنها ثقيلة تقول خذية حقوقك من النصر ما فيها شيء ما فيها يكفي أني اشتغلت بالنصر بالنسبة لي شيء كبير ما فيها شيء هذا حق من حقوقك أنا أقول لك أنا أقول لك أني ما أشتغل بلاش بس أنها أحس أنها كلمة كبيرة خذيت حقوقك من النصر كلمة كبيرة فيها أي ساعة لا لا ما فيها أي ساعة بس ما أطرق الصراحة لدى الموضوع أيوة طيب كان في معارضة لإستقطاب نايف هزازي للفريق بحكم وجود يعني مهاجمين كثير بالفريق وعندهم القدرة على الأداء لكن كان في معارضة من بعض اللاعبين حتى من جهاز كرة القدم بأنه إحنا عندنا اكتفاء كبير في هذا الموضوع لا والله بالأكس كلنا رحبنا بهذا الشيء يعني تجي بلاعب مثل نايف هزازي شيء كبير صراحة وإضافة لنا صراحة لا مهاجم منتخب الأول طيب بعد الاستغناء عن فابيان سالم يعني بعد العقوبة أنا أتكلم بالآسيوية اللي حصلت للعب يعني استغنيته عنه لكن ما منته البديل يعني النصر ما بحث عن البديل ليش هذلك الفترة صارت في هذه الطريقة هل الأمور المالية لها دور بالنسبة للعيبة لجانب أصلا من تقريبا ثلاثة واربع سنوات اللي ماسك ملف لجانب الأمير فيصل حنا كإدارة كرة معنا علاقة اللعيبة لجانب بس طيب أكثر من مرة أسمع من جمهور النصر أو حتى المحبين بأنه سبحان الله النصر يعني يعني صعب ينصلح حالة لما نجينا نقشنا نقول لهم أن الفريق ترى يا جماعة خير رجع في سنتين وكلاب منجزات قال لك الوبع الحالي اللي يعيش نادي النصر هذا هو الوبع الطبيعي للنصر أنت بالنسبة لك ترى بأنه بحكم أنك أنت عملت في نادي النصر وكل الأندية اليوم تمر فيها مشاكل المشاكل اللي تمر فيها نادي النصر يمرون فيها الغير؟ إلا وطبيعية جدا وفريق يا أخي محقق دوري 14 و 15 لازم يصر لضرب طيب سالم يعني أنتو صار لكم بدربة الآن الموسم هذا والنصر الثامن طيب الصدمات اللي مر فيها نادي الاتحاد أكثر بكثير من اللي مر فيها نادي النصر لكن الاتحاد الثالث أنا ما أدري وش الظروف اللي مر فيها نادي الاتحاد أنا أتكلم لك الحين النصر إن شاء الله جالس ينافس على كاس الملك وجالس ومتصدر بآسيا الدوري صار فيه درب مثل اللي ذكرناها حن طيب خلينا نروح إلى فاصل ثاني وأخير ونرجع إن شاء الله تعالى بعد الفاصل نكمل معك بعض التفاصيل خاصة بسالم العثمان واستقالته وأمور النصر وأمور كثيرة تتعلق بـ سمحنا نروح الفاصل إن شاء الله تفضل خبعتك ولي مي لقى لكم ترى الأخرى تقالي روح الفاصل بس مو نفس المعلومات لك تقالي مي لقى لك مي لعطاك المعلومات لا لا تفضل نروح الفاصل الأخير ونرجع نكمل أهلا وسهلا فيكم من جديد متابعنا الكرام في ضيفة برو في جزننا الأخير مع المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر سابقا الأستاذ سالم العثمان حبونك ناس كثير وعبد الله أنت ما شاء الله عليك محبوب هذه من الله أي والله أنت محبوب ومسالم اسم على مسمى يعني الحمد لله ولا تحب تدخل في تفاصيل مع أحد أو نقاشات أو شيء هذه نعمة من الله الحمد لله صحيحنا ما كنت متعاون معنا كثير عشان اللاعبين وتصاريح وكذا ولقاءات بسي الله الحمد لله حق دقنا الأهم لا وعلا حقي شهادة لله الرجل ما قسر شهادة لله أنه ما قسر صراحة ليش مشا كاريني من النصر مشا كاريني من النصر طبعا انتهت انتهى الموسم نعم وراحي جازة وتكلم مع الأمير بخصوص العقد أوكي ايه هو صراحة تناقش مع الأمير بخصوص العقد وصار السعر عالي عن عقده السابق بمراحل أكثر من الضعف ايه علشان كذا الأمير رفض انه يبقى معها مرة ثانية المشكلة كانت مشكلة مالية طبعا هذا حق من حقوق أيضا إدارة النصر بأنه تبحث لمصلحتها طبعا إذا ما تقدر أنت توقع عقد تقدر عليه فأكيد ستدخل في ضائقة مالية صح طيب واحدة من القصص أيضا اللي كان لكم مواقف بطولية فيها صراحة أنت على المستوى الشخصي أو حتى بعض اللاعبين اللي هو موقف الثلاثي الأجنبي ليلة مباراة الهلال اللي توجد فيها في الدوري صحيح ماركينوس و ماركينو و باستوس ومين الثالث ماركينوس و باستوس ماركينوس و باستوس و إلتون و إلتون إلتون ليش ليش يعني ليش صار هذا التصرف وكيف أنت على سبيل المثال كمشرف العام على كرة القدم في نادي كبير مثل النصر ما قدر تحتوي هذا الموقف ما ما قدر تحتويه صراحة اللعيب الأجانب جول المعسكر و تعشوا معنا و قالوا ما إحنا جالسين بالمعسكر إلا لما تودع روات ابناء طبعا جي تكلمت المدرب بذل شيء قال المدرب لازم تشوف على وقت كارينيو لازم تشوف الرئيس النادي الأمير فيصل تكلمت الأمير فيصل قال الأمير فيصل إذا طلعوا من المعسكر ولا بقوا بالمعسكر ما راح يشاركوا من بكرة أمانا و هو اللي اتخذ و هو اللي اتخذ القرار و مشوا و رجعوا من بكرة الأمير قال إذا مشوا بالليل ما يرجعوا النهائيا يوم جاء من بكرة الصباح و رجعوا تكلمني الأمير قال لي تبلغهم أن يمشون يروحوا لبيوتهم ما يبقوا بالمعسكر و جيتوا بلغتهم و مشوا و راحوا و راحوا أجتمع الأمير باللعيبة قال ترى أني خذيت ذا الموقف و إن شاء الله بإذن الله أنه فيكم الخير و البركة مباراة اليوم يجب أن يجيبونها لي قالوا بشير إن شاء الله أني سنجيب و فعلا نجيبها لهم ما كان موقف ذاك هذه الفترة حسين عبد الغني محمد نور و عبد عطيف تحديدا ما كان موقفهم من الحدث الذي حصل أيدوا الأمير كلاعبين خبرة في النهاية أيدوا الأمير أيدوا الأمير و قالوا ما عليك النتيجة عندنا بإذن الله أيوة طيب سالم أنت لك علاقة في عقدة منسو لا أبدا أنا قيل لك الملفات الأجانب عند الأمير فيصل ما لك علاقة فيها لا نهاية بالعودة لموضوع كارينيو في ناس كثير لموكنك أنت اللي استبعدت أنت اللي ساهمت في إبعاده بعض الإعلاميين اللي تكلمنا عنهم سابقا اللي جبت أنا مع كارينيو طب الله عمرك كاس ولي العهد والدوري ما قالوا و 2015 يوم جبنا الدوري ما قالوا الاستبعد وسالم الأثمان بس يوم انتهينا من السوبر ورجعنا الرياض بدأ الكلام أنه هو اللي استبعد كاريني وهو اللي وهو اللي طيب على طريق ذكر الإعلاميين ليش سبحان الله في نادي النصر فيه انشقاق علامي كبير يعني بنوجة نظر خنا نقول واحد عايش داخل نادي النصر ليش هناك انشقاق العلامي كبير والله أنا ما قدر أجاوب لك لأني أنا أصلا بعيد عن الإعلام من يوم اشتغلت في نادي النصر أنا أعرف أنك أنت بعيد عن الإعلام أنا أقدر هذا الأمر أيضا لكن من خلال قربك لمجلس الإدارة وعضاء الشرف يعني أنا ما شد في حياتي الحقيقة ناس يعني منقسمين كثير يعني كثر بعض الانقسمات التي نشوفها في نادي النصر خصوصا من الإعلاميين هناك اندية كثير يعني في مؤيدين وفي مهم مؤيدين جميع الاندية ليس بس بنادي النصر لكن أنت اللي لاحظه يعني أنا لاحظت يعني الفترة الأخيرة هذه من يوم بدأ الفريق صراحة تدهور نتائجه بدأ الانشقاق ولا كانوا أول لا ما فيه يعني الفوز يجيب الفوز طبعا ويغطي معاه كل المساوة والمشاكل بصح المشاكل أحين الفترة الأخيرة هذه ما هو السنة المعتمد المجاكل حتى في بعض أعضاء الشرف يعني كان لهم ردة فعل يعني خلنا نقول سلبية تجاه مثلا رئيس النادي أو حتى فريق النصر تجاه مبتعدوا أيضا لا بالعكس بالعكس لا زال الأستاذ عبد الله العمراني يدعم درجة الشباب لكن هو ترك خلنا نقول العمل الشرافي المباشر على الفريق يترك بس يدعم حتى يدعم الأمير فيصل بن تركي لا زال يدعم الأمير فيصل بن تركي على فكرة النصر كمان محظوظ يعني في كثير من الأسماء الشرفية اليوم موجودة وتحب الفريق ولا زال تعاشق الفريق وتدعم الفريق أنت ترى أنت ترى بحكم قربكم الأمير فيصل بن تركي هل الأمير فيصل بن تركي أيضا عزل هالناس هذول لا والله بالعكس بالعكس فتح لهم الباب تعالوا ادعم وتعالوا يا أخي فترة من فترات عندكم الفئات السنية عندكم عندكم اللومبي تعالوا ادعم هم عندنا مشكلة ادعم الفريق الأول ما عنده أي مشاكل كان لك علاقة أنت لما كنت في نادي النصر ب خذنا نقول مثلا منع وسيلة إعلامية من الدخول للفريق أو عدم سمح لها بتصريح مع اللاعبين طبعا أكيد أكيد هذه حاطينها أصلا من كل بداية موسم نبلغ اللعيبة ممنوع التصريح ممنوع الحوارات وأي حوار أو أي تصريح يطبق اللائحة مين ينحط اللائحة هذه إدارة الكرة إدارة الكرة وتصادقها لجهة الاحتراف تصدق أكثر نادي مرسل خطابات لجهة الاحتراف عقوبات نادي النصر وسأل عن ذلك هذا الدليل يمكن واحد يقول لك دليل على عدم للنباطية بالعكس عن تطبيق اللائحة اللي يقولون لا يطبق لايحة ولا يتيحة إيه ما خالب أنت طبقت اللائحة لكن أنتك أكثر فريق ترسل عقوبات إلى لجنة الاحتراف عقوبات على اللاعبين هذا الدليل على عدم انضباط اللاعبين لا بالعكس على رد على رد الناس الثانين اللي يقولون مصادقين اللعبة لا يطبقون لوائح ولا يطبقون طبقنا لوائح على الأجانب على المحليين أكثر من كده ما نقدر نسوي شيء طيب أبو عبد الله ليش ما في استقرار في التشكيلة في نادي النصر يعني سبحان الله تشوف في كل مباراة لابد في تغيير طيب ليش ما في استقرار شو السبب يعني أنت كمشرف على كرة القدم ما تناقش المدرب الحين بالنسبة للموسم هذا طبعا الدوري خلاص ايه انتهى بالنسبة لنا الحين ركز بكاس الملك وآسيا عشان كده كل مباراة لاها تشكيلة ما تلعب الدوري بتشكيلة بتشكيلة الأساسية والدوري رايح تلعب كاس الملك الأساسي تلعب آسيا الأساسي شو مباراة الأخيرة التعاون لعب يعني بثلاثة أربعة لعيبة لا نختلف الروح صراحة في المباراة طبعا نختلف الروح أكيد أكيد أن رجعت الروح وإن شاء الله بإذن الله ترجع بإذن الله بطولة مولاي خادم الحرمين وإن شاء الله وين شايف أنت النصر هالموسم ما يمكن يوصل في كاس الملك يأخذ البطولة يأخذ كاس الملك يأخذ كاس الملك مؤهل طبعا باللعيب اللي موجودين أكيد مؤهلين كنا نأخذ الدوري لو من الأشياء اللي صارت من بداية الموسم الإقافات والإصابات والإعداد ما فيه ما فيه أصلا صراحة مثل النجوم اللي بنادي النصر الحين من فيه وما قلل أنا من اللندية الثانية بس نتكلم عن اللعيبة إبراهيم غالب الجبرين عبدالغني شايع يحيا أدريان السهلاوي وين نجوم ليش ما يقلقهم بطولة الآخرين يقول لك أنا عندي إدواردو عندي شلهوب عندي سوو وعندي سالم وعندي ناصر طبعا أنا ما قلل ما قلل فيهم وفي الأهل يقول لك أنا عندي أخي السومة وعندي أبو الشافي عندي بلسير وساما هوساوي طبع بس هذول اللعيبة هم اللي حققوا 2015 و2014 الدوري ليش ما يحققون كاس الملك إذا كان كل العوام ما هي لهم لك علاقة في عقد مانسون مع النصر لا طب الكلام اللي قالوا الناس على وقت مترانا أي الكلام اللي قالوا الناس أنه سمين وجاي جسمه مو جسم لاعب كرة قدم أول شيء هذا كلام صحيح يعني أنت تتفق مع الناس اللي قالوا هالكلام أتفق معهم صراحي أنا صدمت ومجاني المعسكر أصلا ولي مصر أنه يجي مترانا كان مدربنا مترانا خل لي مصر وقال إن شاء الله سبعين ثلاثة أسابيع وتشوفونا أفضل صانع لعب السعودية سكت مش أقول لو من لقى لك مترانا لو تاريخه لو خبرته لكنك صدمت نعم صدمت صراحة طيب أبو عبدالله أبو أطل لك شوية بس شوية من نادي النصر كيف شايف علامنا الرياضي بشكل عام علام الرياضي السعودي كذا عطيني وصف حسب أنت ما قاعد تشوف والله بالسنوات الأخيرة صراحة في تعصب الدرجة كبيرة عن السنوات الماضية على وقت أبو عبدالله ماجد صالح النيم وفاد المصيبي وفاد الهريف يوسف خميس ما كان فيه تعصب مثل المرحلة هذه كانت نشوف مباراة نصر وهلال تنتين مباراة خلاص ينتين كل شيء الآن فيه تويتر وفيه صارت الأمور مملة شوية مملة صراحة أيوة في مجال أنك ترجع لنصر مرة ثانية أنت على المستوى الشخصي هل نفكر في فترة أنك ترجع ليش لا إذا زالت الظروف ليش لا ما في أي مشكلة والشرف لي أصلا أني أخدم نادي النصر مرة ثانية نحن ندقع عليك تريفون من نصر لن تردب عبدالله أول ما ترد يا شيخ خمس ستة أيام وربعا ما تردبونه قايل لك بس شغل نحن تماما نحن شغل من نصر من نصر من نصر نحن سوف ترد لا تردب أول كان عمله ومبريات ومعسكرات وكان الجو حساس شوي نعم في النصر كمان يعني اللي واضح اللي أنا على مستوى الشخصي وحتى كثير من المتابعين أنه الأمير فيسر بن تركي فقط هو الشخص اللي ظاهر في الصورة سالم العتمان المشرف على كرة القدم في نادي النصر المنعزل والمنطوي إعلاميا ما يبي أحد وهذا هذا سيستم الرجل ولا في أحد لكن بقية الفرق تشوف تشوف في عضاء مجلسة دارة موجودين عضاء شرف صوتهم موجود ما أمان على أمير فيسر بس هننا نرفض ويحق الأمير فيسر صراحة أنه يطلع علاميا الرجال اللي اشتغل ودفع وسوى كل شي ورجع النصر ورجع النصر للمكان الطبيعي وبطولات كم تتوقع أنفق الأمير فيسر بن تركي على النصر خلال فترة رئاسة والله عد مدري بالضبط والله مدري تقريبا بس أنه دفع ما أدري صراحة ما أقدر أقول لك صراحة كم بس أنه دفع صراحة أحن المعسكرات اللي تسويها الفرق بره بسبوعين وثلاثة أسابيع كم تكلفتها تقريبا ترى حب الأرقام المالية ناس تنس عليها يعني حتى ناس تعرف يعني شو تكلف المعسكرات على حسب فيه بخمسمائة الف يورو وفيه بميتين الف يورو وفيه بمليون يورو على حسب على حسب على حسب المدة وحسب الوتيل وحسب الملاعب وحسب المباريات لأنه داخل ضمن المعسكرات طيب أنت الحين خارج نادي النصر أكيد هذه التجربة السابقة أكيد أضافت لك الشيء الكثير وأنت تعتز فيها طبعا وأنا عمستوى الشخصي حتى بصداقتك معرفتك وأعتز وأعتز صراحة معرفتي بالأمير فيصل بن تركي هو اللي عطاني المجال هذا وعطاني الصلاحيات وعطان وهو اللي عرفني على المجال الرياضي صراحة وتعرف أنت منصبي مديري دارة كرة ما هو شيء بسيط لا وبنادي النصر ونادي جماهيري طيب هذه الكاميرا اللي قدامك الآن إيش تبغى تقول للمحبين لسالم العثمان ولي ما يحبون سالم العثمان أقول للمحبين الله يأتيكم العافية وألف شكر على وقفتكم السنوات اللي مضيتها بنادي النصر واللي ما يحبون سالم العثمان الله يأتيكم العافية والف شكر شكرا نبو عبد الله شكرا ما قسرت شكرا سالم العثمان المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر سابقا على حضوره اليوم وحديثه معنا في ضيفة بروك كنت حتى بسألك أقول لك على ياسين برناوي جبته ودفعته لفلوس وآخر شي راح للقادسية ولا حتى استفدتم منه شيء أبدا هذه أمور فنية يا أخوي أنت مشرف على كرة القدم يعني معقول مشرف على كرة القدم أتجلس اللاعب غصب لا ما أقول لك لا يا أخوي يقول لك رأي ليش تأخذ كلام أنا أقول لك لي رأي لي مناقشة بس ما أقدر أفرض كان الأفضل أنه يبقى ما يمشي ياسين برناوي يعني لو استثمر في نادة النصر وأعطي فرصة كان ممكن يكون أفضل أنا بالنسبة لي المفرض أنه يبقى أي طيب شكرا سالم العثمان المشرف على كرة القدم في نادة النصر سابقة كان ضيف برولي هذا المساء نتقيكم بنفس الموعد 11 مساء توقيت مكة بإذن الله تعالى كل خميس شكرا أبو عبد الله شكرا أبو عبد الله شكرا الله يسلم